اهلا ومرحبا بكم ولنتعرف سويا على طريقة طباعة النتائج الخاصة بالرخصة المهنية بعد دخولك إلى هيئة التقويم التعليم والتدريب بتنزل في نفس الصفحة إلى التقارير أو النتائج نضغط على النتائج بعد كده سيطلب منك يدخل المعلم على نظام الرخصة المهنية نضغط على الرخصة المهنية ثم نقوم بتشغيل النفاذ الوطني في الجوال نعطر سجل المدني ثم نكتب دخول ثم يتم الدخول إلى الصفحة الخاصة بالنتائج خطوة ثانية ندخل على التقارير هذه الصفحة وان الاختبار اللي اختبرته هو اختبار العام ثم نضغط على التقارير ثم نذهب إلى التفاصيل ستأتيني هذه الصفحة الخاصة والمطلوبة كل اللي اقوم بيعمله اني اجي هنا فوق في الاعلى على طباعة ثم اختار من قائمة الطباعة طباعة نسخة او حفظ نسخة بي دي اف ثم نضغط على حفظ ونختار المكان اللي انت تبغى تخزن في الملف وكده تكون وصلت نتيجتك الينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا